صباح الخير عزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بنامجنا ايه الاخبار نحاول ان نستعرض معكم اهم الاخبار والقضايا على الساحة المصرية والعربية والعالمية نبدأ بقولة فقراتنا مع الصحافة المصرية صحافة اليوم الاسنين هناك مجموعة من الاخبار المبهجة يعني احنا تملي بنسعى لنشر البهجة بعيدا عن الاخبار الكائبة بعيدا عن الاحباط بعيدا عن نشر ثقافة اليأس نحاول نشر ثقافة التفاؤل هناك العديد من الاخبار في العديد من الجرائد القومية الاخبار الاهرام الجمهورية تتحدث عن مجموعة من الخطوات المهمة من اجل المواطن المصري اولها 63% من الوحدات الحكومية طبقت الحد الادنى للاجور بميزانية قرارها مليار ونصر وزير المالية اعلن ان 63% من الوحدات الحكومية في الدولة طبقت الحد الادنى للاجور هو حوالي 2000 جنيه تقريبا الحد الادنى السابق كان 1200 ولكنه وجدت وزاعة المالية ووجد الخبراء ان هذا الحد لا يكفي احتياجات المواطن المصري لاتجاه الجديد ان الحد الادنى يبقى 2000 جنيه بالفعل ان شاء الله في اخر شهر نوفمبر هيكون كل الوحدات الحكومية تم تطبيق الحد الادنى بها الخبر التاني هو خبر تقني خبر فني مصر تستعد لاطلاق كيوب سات كيوب سات هو قمر مصري صناعي جديد يختلف عن القمر الصناعي الاول طيبة واحد هذا القمر وزنه حوالي كيلو جرام يتم اطلاقه من اليابان يوم 20 نوفمبر القمر مصنوع باياد مصرية شباب مصري يعني اكبر واحد فيهم عمره 29 سنة الشباب ده من خيرة الشباب المصري المهندسين والعلماء والشباب الواعد الصاعد هذا القمر وزنه زي ما قلنا كيلو جرام سيتم اطلاقه من قاعدة في اليابان القمر سيكون على الاتفاع 400 كيلو متر سيكون بارسال بيانات وصور من اجل ان احنا نشوف اكتشافات جديدة نعرف معلومات جديدة نصور اماكن جديدة يعني كل دي خطوات على طريق ان مصر بتاخد خطوات جديدة في مجال التكنولوجيا خبر اخر من الاخبار المبهجة برضو زي ما انا بحب سميها اعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ان الشباب اللي يعلموا الناس اللي عندها فيه جزء للأسف يعني هو مش كبير اوي لكنه جزء موجود من الشعب المصري لسه بيعاني من الأمية في حين ان برا بيعالب يعني بيحاولوا يتخلصوا من أمية التكنولوجيا من أمية السباحة لكن احنا للأسف عندنا جزء وان كان قليل مش كبير اوي الا انه هو جزء مهم جدا من طاقة العمل الجزء دوت بيعاني من الأمية فيه خبر حلو وكويس النهاردة 6000 جنيه لكل شاب يمحو أمية 20 دارسا الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار اعلنت ان كل شاب هيمحو أمية مواطن مصري هياخد 300 جنيه طب لو محى أمية 20 دارسا في برامج محو الأمية هياخد 6000 جنيه طبعا ده خبر كويس يعني فيه برضو خبر رياضي نحب نقوله للناس المنتخب الأولمبي النهاردة هيواجه غانا والمحترفون ينضمون إلى فريق الكبار المنتخب الوطني أولمبي لكرة القدم في المحطة التانية في مشواره ضمن المجموعة الأولى بطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هذه البطولة هي المهائلة لأولمبيات توكيو هياخد المنتخب الأولمبي المصري مواجهته الثانية نتمنى انه يسعد يعني كل المواطنين المصريين ناخد أخبار تانية من جرائد القومية الأخرى جديدة الجمهورية مثلا في الصفحة الأولى تتحدث عن موضوع مهم جدا مصر ستشارك في اجتماعات حقوق الإنسان بجينيف والسيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب والسيد محمد فاي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان توجهوا إلى جينيف بالفعل 48 ساعة ومصر تقدم تقريرها الدوري حول حياة حقوق الإنسان في مصر طبعا كان فيه مجموعة من الشكاوي للأسف ضد حقوق الإنسان في مصر اللي أن مصر أعدت تقريرا مفصلا ترد فيها على هذه الشكاوي احنا بدأنا في خطوات كويسة جدا في مصر لم نعد نستسلم للدعايات المغارضة تبدأنا بلا أن احنا نواجهها السادة مستر عمر مروان توجه إلى جينيف لعرض تقرير مصر واعتقد أن ده فيه فرصة كويسة جدا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية أنها تقوم بدورها وتوضح التطور اللي حصل لحالة حقوق الإنسان في مصر يعني أنا عايز أربط الخبر دوت بخبر تاني مهم جدا جدا فيه مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية للأسف اللي بتتخذ مجموعة من التقارير بتنشر مجموعة من التقارير ضد مصر نشرت عدة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في السجون المصرية إلا أن هيئة العامة الاستعلمات ما سكتتشي وردت وده دور الإعلام طبعا مفروض نحن نرد على كل الدعايات المغادرة ضد مصر هيئة الاستعلمات أصدرت الفيديو بالأمس الفيديو ده لزيارة حصلت يوم 22 أكتوبر لأعضاء نيابة أمن الدولة العليا اني زاروا في سجن مزرعة التورة والسجود المصرية واتطلعوا على الحالة فيها واستمعوا إلى شهادات المساجين والتي تم نقلها في الفيديو بكل صراحة بإيجابياتها وبسلبياتها يعني الإيجابيات المساجين يتحدثوا على أن الأكل كويس يتحدثوا على أن المعاملة كويسة أن ما فيش تعزيف في السجون وده مهم جدا لأن المنظمات المغرضة ضد مصر بتشيع أن فيه تعزيف في السجون المصرية إلا أن المساجين قالوا أن ما فيش أي حاجة من الكلام دوت ما فيش أي حاجة ضد مصر وبالفعل والجميل جدا في الفيديو أن برضو نشروا السلبيات وبكل حيادية المساجين اشتكوا أن مثلا فيه نقص في المية وده سببه أن المية بتنقطع في منطقة الترى كلها وجاري معالجة ده اشتكوا من بعض الشكاوي فده يؤكد أن الفيديو خرج بدون مجاملة أحب أقول أن النهاردة بعد الحلقة إحنا هنطلع مع وفد من المراسلين الأجانب وزارة الداخلية النهاردة فيه زيارة لسجن مزرع الترى عشان تطلع المراسلين الأجانب والصحفيين يعني أنا هتشرف بأن أحضر الزيارة دي الهدف منها أن نطلع الإعلام الأجنبي ونطلع العالم كله على حالة السجون المصرية وشوفوها رأي على عين الزيارة دي بتأتي طمن المنتدى الثقافي للسجون المصرية بأكد أن إحنا تملي بنحاول ننقل الصورة الإيجابية عن مصر ما ننقلش الصورة السلبية والأهم من ده كله أن إحنا ما نستسلمش للصورة السلبية لا إحنا لازم نرد عليها بالإيجابيات ونتكلم بصراحة بمكشفة وده النظام العام اللي ماشي في مصر دلوقتي هناك خبر آخر إيجابي هناك شهادة دولية للإقتصاد المصري خبر ده من الصفحة الثالثة في جريدة الجمهورية الجمهورية الشهادة دولية للإقتصاد المصري من المستشار التجاري الفرنسي قال تصريح مهم جدا قال الإصلاحات التي تحدث في مصر تجذب الاستثمارات الإصلاحات دي نتيجة المشروعات القومية نتيجة المشروعات اللي بتحدث في مصر المشروعات القومية في كل المجالات مجال التشييد والبناء مجال الزراعة في مجال إنشاء الطرق والكباري في مجال الصحة في مجال التعليم كل هذه الإصلاحات تؤدي أدت في النهاية إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ثالث معدل النمو الاقتصادي في العالم في مصر دلوقتي 5 أو 6 من 10% ومستعد للترشح أن يبقى 6% في العام القادم إن شاء الله دوت بيؤدي لأن الدول الغربية وفرنسا بتتكلم تحديدا بتتحدث على أن ده يؤدي إلى مزيد من الإستثمارات وده اللي بنسع عليه في مصر واللي بسع عليه رئيس عفتاح السيسي في كل جوالاته بيذهب في كل القمم التي يحضرها وفي كل جوالاته محملا بهموم الشعب المصري محملا بهدف مهم جدا إن هو بيسعى لجذب استثمارات جديدة تؤدي إلى نشاط وتؤدي إلى ثورة اقتصادية في مصر وتقدم في مصر من صحيفة الأخبار نطالع خبرين مهمين في مجال الأثار ومجال السياحة طبعا الأثار لما بنهتم بها بنؤدي إلى جلب سياح جدد إلى مصر الخبر الأول إن سيتم افتتاح متحف أثار الغرداء نهاية العام الحالي المتحف أكد وزير أثار إنه والسيد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتحف في الوزارة إن المتحف يحتوي على 1200 قطع أسرية لمختلف العصور التاريخية في مصر من الفرعنة إلى عهد محمد علي خبر تاني مهم جدا إنه هو سيتم افتتاح الشهر القادم إن شاء الله افتتاح قصر البرون وتسكيلة الدخول للمصريين بعشرة جنيه وللأجانب بعشرين تسكيلة الدخول إن أسف للأجانب بمية جنيه وللمصري بعشرين جنيه تشجيعا للمصريين وفي تفاصيل الخبر أكد جمال مصطفى رئيس قطاع الأصار الإسلامية والقبطية إنه تم إنجاز 92% من ترميم قصر البرون بتكلفة 104 مليون جنيه وبالفعل الافتتاح سيكون إن شاء الله في الشهر القادم الخبر الأخير في جولتنا الإخبارية هو خبر عربي يعني 300 قتيل ضحايا احتجاجات العراق وتحزير من حمام دماء للأسف فوضى في الأسواق اللبنانية ومخاف من انهيار الدولة لعدم تشكيل الحكومة فوضى في العراق فوضى في لبنان فوضى في اليمن فوضى في سوريا في حين مصر تنعم بنعمة الأمان والاستقرار أدمها الله إن شاء الله علينا كلنا وعلى كل المصريين معنا ضيفنا هنا في الستوديو الكاتب والصحف السوري والمحلل السياسي يعني ضيفي اللي بتشرف بلقاءه أستاذ محمد أرسلان رغم أن احنا موضوعنا الرئيسي النهاردة أستاذ أرسلان بما أنه صحفي سوري فحوار الحلق النهاردة معاه على العدوان التركي على سوريا وتداعياته على الأمن القوم العربي لكن احنا ممكن ناخد رأي حضرتك فيما يحدث في العراق وفي لبنان العراق في عشرة قتلى مبارح في أكثر من مية جريح في أنحاء البلاد الفرقة 11 من الجيش العراقي وقوات مكبحة الشغب أطلقوا الرصاص لتفريق المتظاهرين ولبنان ما زالت الاعتصامات والمظاهرات موجودة في كل مكان تعليق ستكي على الأحداث دي بداية صباح وفر لحضراتكم ولكل مشاهدينكم الكرام ما يحدث في العراق وفي لبنان لا يمكن فصله بتاتاً عما يحدث في سوريا وكذلك في اليمن وكذلك في بعض المناطق الأخرى الملتهبة في الشرق الأوسط أو في الشمال الأفريقي هذه التطورات المتلاحقة والمتسارعة جداً لها أسبابها ولها تداعياتها والتي سوف تؤثر على عموم المنطقة نعلم أن بعض القوى في المنطقة لديها مشاريع عيمنة تريد أن تفرض نفسها وتهيمن على هذه المنطقة خاصة خلال العقد الأخير من الفترة التي نعيشها هناك إيران التي لديها مشروعها الصفوي أو الفارسي الذي تريد إيران فرض هذا المشروع على كامل المنطقة وبالمقابل هناك المشروع العثماني الذي يتزعمه أردوغان وهو بدوره يريد نتحدث عن المشروع الأردوغاني بالتفصيل بعد المدخلة معنا مدخلة من دكتورة سماء سليمان رئيس وحدة الإنذار المبكر في مركز معلومات مجلس الوزراء صباح الخير يا دكتورة سماء صباح الخير يا فن صباح الخير إزاي حضرتك يعني إحنا شفنا خبر بيتحدث عن مشاركة حضرتك في ندوة في مكتبة الإسكندرية حضرتك تحدثت فيها على دور الإنذار المبكر والتحذير من الشائعات ممكن حضرتك تكلمين على تفاصيل الندوة أكتر هو الحقيقة الندوة كانت عن الشائعات وتماسك الدولة الحالة ألقيت الضوء على الشائعات كأحد أدوات الإنذار المبكر لأن هي الحقيقة من خلال رضاها نحن نقدر نتنبأ بالأزمات المحتملة بين الدول كما أنها أيضا أدالي استشراف طبيعة العلاقات بين الدول سواء كانت تعاونية أو صراعية يعني دكتورة سمع حضرتك طبعا المستمعين استمعوا أكثر من مرة وشاهدوا بأعينهم تأثير الشائعات وما يحدث على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى صورات والشائعات بخصوص الحالة في مصر والحالة في المنطقة العربية تعليق حضرتك على التأثير المختلفة للشائعات على تماسك الدولة بشكل عام أقول أن كل شائعة لها مصدر وليها أداة وفي نفس الوقت لها هدف لو أنا هركز في ظل العلاقات الدولية مصدر الشائعة عادة بيكون دول أو أجهزة معينة في الدول دي وفي العصر الحالي اللي احنا بنعيشه الأدوات اللي بيتم انتشار الشائعة من خلالها هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي الحقيقة بيستخدمها حاليا 2.2 مليار على مستوى العالم في مصر كم أدي إيه؟ في مصر نطلنا تقريبا من 30 إلى 40 مليون فأنا عايزة أقول أن هذه الأدار بتضمن انتشار فريع للشائعة وبالتالي بتصل للمستهدف وهو غالبا بيكون شعوب الدولة أو بيكون فئة أو طائفة أو أصحاب أيديورجيات أو توجهات بعينة وموضوع الشائعة قد يكون سياسي أو بصادي أو أمني أو عسكري حضرتك وهو بيستهدف في النهاية إحداث القراهية والعداء بين أفراد الشعب بين طواقف الشعب الواحد وده بيستهدف في النهاية تفتيت الدولة يعني نقول مثال للناس مثلا المقاول الهربان دوت لما حاول يوقع بين الشعب المصري وبين الجيش المصري العظيم أو يوقع بين الشعب ورئيسه ومحاولات قنوات المضللة أنها توقع بين طواقف الشعب المصري أو تحاول تحرط طائفة على طائفة طيب دكتورة سامة حضرتك ليك رأيي أنا سمعته من حضرتك قبل كده نحب نعرف للمشاهدين أن دور وحدة الإنذار المبكر في مجلس معلومات مركز الوزراء دورها في التنبؤ بما يحدث بالشائعات أو دورها في محاربة هذه الشائعات لا هو الحقيقة الوحدة دورها أنها تتنبأ مش هي الشائعات أحد الأدوات اللي بتخذينا نتوقع طبيعة العلاقات دين الدول بعضها البعض سواء كانت فراعية أو كانت تعاونية وأيضا إحنا بنقدر نستشف من خلال الشائعات الموجهة لمصر إيه الكطاعات اللي هيتم التركيز عليها وبالتالي يبقى فيه تحرك من قبل صانع القرار نقول مثال مثلا دكتورة نقربه للناس أفندي على سبيل المثال حضرتك قلت قلنا مثال نقربه للناس يعني كثير من الشائعات بتتوجه مثلا لقضايا داخلية زي مثلا بطايا التموين زي أن فيه أسعار الكهرباء هتيد أسعار البنزين هتيد ده كل ده بيعمل حالة من التوتر لدى المواطنين وبالتالي بيخلي فيه عدم ثقة مع الحكومة لأن الحكومة أساسا بتنفي بشكل سريع جدا هذه الشائعات حتى أن هي تحصل على الثقة من المواطن وفي نفس الوقت بتطمنه أن البرنامج القصوى بناشي في خطواته المعتادة يعني نقدر نقول يا دكتورة سامة أن الشائعات دي بتحاول تحبط المواطن المصري وتخليه ليشعر بحجم الإنجازات مثلا والمشروعات القومية التي تحدث من أجله هي الشائعات الهدف منها زعزعة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي كله وبالتالي في الإنجازات اللي بتتم والجهود اللي بتتم وبيتم التقليل منها بشكل أو بآخر لدى المواطنين وبالتالي المواطن بيشعر أن الحكومة ما بتشتغلش وبتحقق أهداف خاصة به وده بيترتب عليه أن هما بيتقبلوا أي شائعة ممكن تطلق في أي مجال كان طواء خاصة بحياتهم الشخصية أو خاصة بدور الحكومة أو خاصة بدور مصر الأقليمي أو الدولة يعني الشائعات دكتورة ممكن تقصر علاقات الثنائية بين الدول أو تقصر الدولة في محيطها الإقليمي ما فيه شك الشائعات هي بتركز على العلاقات الثنائية لو خاصة لو كان فيه فترات فيها عداء بين الدول بعضها وبعض فبيتم التركيز عليها علشان ترسل القراهية بين الشعوب وبالتالي بتأثر على العلاقات الثنائية وممكن لو في دولة كبيرة في حال مصر وليها دور إقليمي أيضا بتأثر على دورها الإقليمي من خلال التركيز على رفض مثلا زي الصورات الأخيرة اللي حاصل في الظورة الجزائرية أو السودانية من تم التركيز قوي على أن فيه رفض للنموذج المصر على الرغم أن مصر كان لها ظروب خاصة وأن كل العالم كان متابحة وأن التغيير تم جناءا على صورة الثلاثين يونه مصلب شعبي صورة شعبية لكن في نفس أيضا أنه بيكون فيه عناصر متسوطة في العديد من الثورات وإحنا شوفنا كمان في الصورة المصرية بتهدف لتوتير العلاقات ما بين مصر وما بين الدول العربية سواء في إقتارها السياسي أو بالتأثير على دور مصر الإقليمي الحالي والمستقبل يعني يا دكتورة سماء سليمان احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وعايزينك توعدين أن نتشرفين هنا في البرنامج المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله يا فندم شكرا يا فندم ألف ألف شكرا يعني كانت معنا الدكتورة سماء سليمان مدير وحدة الإنذار المبكر في مركز معلومات مجلس الوزراء تحدثت معنا عن حرب الشائعات التي تحاك ضد مصر السيد الرئيسة عبدالتاح السيسي حذر منها أكثر من مرة في خطابه الأخير في المولد النبا والشريف تحدث على إن هناك أناس يكذبون على صفحات التواصل الاجتماعي هناك أناس يحاولون تجنيد مواطنين مصريين وشباب مصريين تجنيدهم وإصدار تكلفات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك أناس يحاولون أن نشر الشائعات بهدف تعكير صفه المواطنين المصري إحباطه إحساسه بأنه ما فيه إنجازات بتحصل مع العلم أنه فيه خطوات إيجابية بتحصل كتير معدل البطالة الخفض النمو الاقتصاد الاتفع هناك العديد من المشاريع التي اليوم كرها إلا حاقد أو كاله لمصر سواء في مجال التشديد أو البناء أو الزراع كما قلنا أو العديد من المشروعات وهناك خطوات وخطوات تحدث على الطريق وفي فترة زمنية بسيطة ندعو المواطنين المصريين كلهم أنهم يتكتفوا خلف مصر يقفوا خلف جيشهم العظيم وخلف رئيسهم وأن يساعدوا بعض ويساعدوا الحكومة والدولة بشكل عام على إن الشائعة تقف عند من يسمعها نساعد على عدم انتشار الشائعة ونساعد على محاربتها ودولنا زي ما قلنا كألمين إن احنا نحارب هذه الشائعات ونقتلها في مهداب إن احنا نرد عليها من سبهاش تسترسل وتدخل في عقول مواطنين بوسطاء كسيريد يعني إن شاء الله بعد الفاصل نلتقي ونتواصل في حوار مهم جدا حوار الحلقة مع الأستاذ محمد ألسان الكاتب الصحف السوري والمحلل السياسي نتحدث فيه عن العدوان التركي على سوريا وزي ما احنا سمعنا كان السيد وزير الدفاع موجود هو وزير الدفاع اليونان ووزير الدفاع قبرص فيه مناورات حدثت في جزيز كريت مناورات للبحرية المصرية وأصدر السيد وزير الدفاع ومتحدث عسكرية أصدر بيانا أكد فيه إدانة مصر الكاملة للأدوان التركي على الأراضي السورية معنا الأستاذ محمد ألسان للتعليق على هذا بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم أهلا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل ونلتقي في حوار الحلقة مع الأستاذ محمد ألساني الكاتب الصحف السوري والمحلل السياسي يعني الفيديو الصادم اللي احنا شفناه ده إمام مسجد ده في تركيا بيحرد على قتل السوريين والأكراد يعني حضرتك أنت علق على هذا الفيديو يعني هذا الفيديو طبعا هو ما تيسر من وصوله إلى أيدينا ولكن هناك الكثير الآلاف يعني ده نموذج لخطاب الكراهية الموجود في تركيا ضد الشعب العربي السوري الشقيق وطبعا ضد كل العربي ضد الكل يعني ليس فقط ضد سوريا ضد كل المنطقة كل من يقول لأردغان لا فهو كافر بالنسبة إليه لذلك هذا أحد يعني النماذج في تركيا أو أحد المعممين في تركيا الذي يدعو إلى القتل بشكل علني وطبعا يعني قبل العدوان التركي على سوريا تعليمات من أردغان من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تركيا تعليمات صارمة تم توجيهها إلى كافة الآئمة في كل تركيا أن يتم الدعاء وقراءة القرآن ليفتح الله أو ليوائي يفتح الله الطريق أمام الجنود الجيش التركي ويسهل عملهم أو عدوانهم على الشمال السوري يعني هم هم يقيمون واجبا دينيا بقتلهم للمواطنين العرب السوريين نعم يعني هناك تركيا يعني حتى المرتزقة الذين يحاربون مع الجيش التركي تم تسميتهم هم جيش محمد يعني أعطاء الصيغة الدينية الصيغة الدينية على الموضوع نعم أعطاء الصيغة الدينية على الموضوع طبعا نحن شعب شرق أوسطي يعني للدين تأثير كبير على ثقافتنا على سلوكنا على حياتنا على كل تفاصيل حياتنا وحينما يتخذ العثمانيين سابقا والآن أردوغان من الدين شعارا أو ستارا يتم تسيير كافة أجنداته الخاصة تحت هذا الستار طبعا مما يلهم المغيبين عن الحقيقة التركية أو عن الحقيقة التي يريد أردوغان أن يطبقها ويفكر كأن أردوغان هو خليفة للمسلمين أو أن تركيا هي دولة إسلامية ليس لتركيا أي علاقة لا بالشكل ولا حتى بالجوهر مع الدين الإسلامي منذ ليس الآن فقط بمجيء أردوغان منذ الاحكلال العثماني لهذه المنطقة يعني قبل أكثر من ستمائة سنة وحتى الوقت الحاضر هم دخلوا الإسلام يعني بداية دخولهم الإسلام كانت شكليا وحتى هذا اليوم دخلوا الإسلام فقط لكي يأخذوا أو يضعوا قدمهم على أي بقعة جغرافية في المنطقة وكانت بدايتهم من المماليك هم معروفون عن جهيتهم بوحشيتهم على أنهم مقاتلين من آسيا من شرق آسيا وتوجهوا إلى الغرب باتجاه الغرب نحو إيران والعراق وحينما التقوا مع هذه الثقافة الجديدة الدين الإسلامي ولكن مع الأسف كانت هذه المرحلة من الوهن والضعف التي يعيشها يعني الخلافة العباسية هم استغلوا هذه النقطة وأسلموا شكليا ولكن ضمنيا بقوا على ما هم يعتقدون يعني هم ليس لهم أي علاقة بالإسلام واستمرت يعني واستمر حكمهم أكثر من الربعمائة عام تحت مسمى الخلافة الإسلامية وهي كانت مرحلة مرحلة مصلمة جدا الآن أردوغان يريد أن يسترجع نفس المرحلة هذه ويستعبد العباد والبلاد في هذه المنطقة تحت مسمى الإسلام ما يقوله هذا المعمم ليس بجديد على التاريخ التركي وليس بجديد على أردوغان الذي يريد يعني استرجاع العثمانية الجديد الكلام هذا المعمم في معنى فيديوهات تانية برضو هنعرضها على وحشية الجنود الأتراك في التعامل مع أشقائنا الشعب العربي السوري يعني يعني الوحشية تكمن في هذا المعمم وليس في القتل لأن هذا يحرض الآخرين على القتل خطاب الكراهية تحت الوازع الدين خطاب الكراهية هناك الدين الذي يقف أمامك هو كافر فالكافر يجب أن يقتل يعني هذه هي المشكلة يعني التهمة الآن موجهة لهؤلاء الذين طب حضرتك مش شايف أن فيه يعني اتفاق أو تحالف دولي تركيا بس رأس الحرب فيه يعني اسمح ليقول لحضرتك حال وحدات حبيت الشعب الكردي اللي كانت موجودة اللي أصدرت قرار بيها أمريكا بعدما أمريكا أصدرت القرار تركيا هجمت على سوريا أمريكا راح تسحب قوتها ومرضتش على تركيا وقالت أن تركيا من حقها هتدفع عن حقها مش شايفني دي مؤامرة دولية على الشعب السوري والشعب الكردي فيه فيديو هيعرض معنا هنا على الشاشة فيديو الأسيرة نعم نعم تعلق لنا عليه هو شغال برضو هذا نموذج الوحشية أنضم لما وصفته بي يعني هناك مؤامرة يعني أكثر من مؤامرة هناك مخطط على هذه المنطقة تحت مسميات عدة إن كان الشرق الأوسط الجديد أو الكبير اسمح لي بس الفيديو اللي شغال ده نوضح للسادة المشاهدين نعم الفيديو ده تفاصيله إيه؟ إحدى الأسيرات من القوات العسكرية الموجودة في الشمال السوري اسمها تشيشك يعني معناها بالعربي الوردة يعني اسمها الاسم دي اسم كوردي نعم نعم اسمها تشيشك تم أسرها وهي مصابة يعني قريحة تم أسرها في أحد المعارك وهم الآن يعني هؤلاء الذين يحملون هذه الأسيرة هم من عناصر داعش بالأساس الذين هربوا استطاعوا الهروب من شرق الفرات وذهبوا وتوجهوا إلى تركيا تركيا قامت على إعادة تأهيلهم من جديد تحت مسميات أخرى والآن تم تسميتهم بالجيش ما يسمى الجيش الوطني السوري أو جيش محمد ويحملون هذه الأسيرة ويكبرون نفس شعارات داعش الله أكبر إلى الزبح وسوف نذبحك وإلى آخر نوصل بس للناس المعلومات دي إن كان فيه سجون فيها داعش نعم أعضاء داعش الأتراك لما دخلوا فتحوا السجون دي وخرجوا عناصر داعش نعم فده يؤكد إن هي برضو فيه تحالف بينها وبين داعش مع أنه أنا بس عايز أعرف المشاهدين في مصر فظائع الأتراك وفظائع أردوغان لأن فيه بعض الإعلاميين للأسف ذهبوا إلى تركيا وقطر وهجمون مصر من هناك يعني هم بيتغطوا بالشعب بالحكومة التركية اللي هي حاقدة وكارهة لمصر للنظام التركي معادي لمصر ومعادي لسوريا ومعادي للعراق ومعادي للمنطقة العربية حضرتك معنا أن هذا نموذج بتحكي لنا على الفظائع اللي عملها الجيش التركي في الشمال السوري يعني إحنا عايزين نعرف يا سلام إيه الأخبار دلوقتي إيه الجديد إيه اللي حصل أونهي قصة هذه الفظائع الأسيرة تشيشك هي كانت مصابة برجلها بطلقة واحدة فقط وتم أسرها كما نراها الآن ولكن بعد عدة أيام تم يعني أخذ بعض الصور لها من داخل أحد المستشفيات التركية ونشرها في وسائل العلام أن هذه الأسيرة الآنية في أحد المشافئة التركية ولكن قبل يومين تم نشر خبر آخر أنه تم قتلها تصفيتها من قبل الجيش التركي يعني الذين لا يريدون أن يروا أي إنسان متواجد في هذه المنطقة ويقول لتركيا لا هذه هي المشكلة الآن في تركيا تركيا حتى هذه اللحظة التي نحن جالسين مع بعضنا البعض الاشتباكات مستمرة العدوان مستمر الاحتلال مستمر للشمال السوري خاصة في مدينة رأس العين هم يريدون التواغل أو احتلال أو قدم المناطق الأخرى التي لم يصلونها بعد المخطط الأمريكي في المنطقة الكل يعرفه يعني أمريكا تأتي إلى المنطقة ولديها مصالح وأطمع في هذه المنطقة تستغل أي قوة تراها في المنطقة أردوغان قالها بكل صراحة عام 2007 أنه هو الرعي الرسمي أو المتعحد الرسمي لمشروع الشرق الأوسط الجديد في المنطقة قالها وحتى الآن أردوغان ينفذ ما يطلب منه إن كان من قبل القوى الغربية بشكل عام طيب تعليق حضرتك إيه على أن أردوغان طالب منطقة عزلة 30 كيلو طبعا الجامعة العربية أنا كنت في قمع عبالي فتا وحضرت المناقشات الجامعة العربية رفضت رفض قاطع يعني ده لا يملكه أردوغان إنه يعمل منطقة عزلة 30 كيلو والوقت بيقول إنه عايز يمد المنطقة دي كمان زيادة يعني إيه الكلام اللي موجود على أرض الواقع يعني حضرتك قبل قليل تكلمت عن الشائعات الشائعات يعني ما يتم ترويجه وخاصة في الأهل الأعلامية الآن الأعلام أو السلطة الرابعة باتت السلطة الأولى هي التي تسير المجتمعات وفي تركيا الحرب الخاصة أو حرب الشائعات هي التي تسير المجتمع التركي بشكل عام وتركيا بارعة في هذا المجال أكثر مننا نحن في المنطقة العربية خاصة أن تركيا توغلت ضمن المجتمع العربي من خلال المسلسلات أو الدراما التركية الآن أردوغان يريد يتحجج بمنطقة آمنة في الشمال السوري ولكن لمن هذه المنطقة الآمنة يعني سؤال يطرح نفسه تركيا التي تقول أنها تملك مليون جندي مسلح وعشرات الآلاف من الدبابات وآلاف من الطائرات وهي القوة الرابعة في حلف الناتو والثامنة في العالم تخشى من من؟ من قوات سوريا الديمقراطية التي لا تملك أي سلاح من أنواع الأسلحة الثقيلة وكل أسلحتهم هي فردية وعددهم كلهم على بعضهم سبعون ألف مقاتل يعني هي تخشى من هؤلاء أم لديها مآرب أخرى هي المآرب الأخرى برد هي المآرب الأخرى هي الميثاق الملي الذي يؤمن به أردوغان ويقول أن الحدود التركية الحالية هي ليست الحدود التركية الحقيقية هو يريد أن يسترجع الخلافة العثمانية الخلافة العثمانية بأقل ما كان يعني ما هو متاح يعني يريد أن يحتل الشمال السوري ويريد أن يحتل الشمال العراقي لأن هذه المنطقتين حسب الميثاق الملي تتموضع ضمن الحدود التركية وحتى الآن حتى هذه اللحظة تسمياتهم لهذه المناطق هي إلى الآن هي تسميات عثمانية ولاية حلب ولاية الجزيرة ولاية الموصل ولاية كاركو إلى الآن يستخدمون هذه التسميات وما حتى قبل ذلك كانوا مستوي على ولاية الإسكندرونة نعم 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 بكل تأكيد يعني حتى هذه اللحظة حتى اسم لواء الإسكندرونة السليب نعم بلاية الموصل رقمها الولاية الثالثة والثلاثة والثلاثة والثمانين في تركيا يعني في تركيا فيه 82 ولاية محافظة يعني طيب مش ممكن يا وسلم تكون دي أطماء اقتصادية بأن الموصل وشمال العراق وكاركوك هي مناطق غنية بالبترول واللي هو الصراع ده صراع مع الأكراد تحديدا ليس صراعا يعني حزب العمال الكردستاني زي ما هم بيحاولوا سوقوا هذا الصراع ومع الأكراد بقدر ما هو احتلال لهذه المناطق ويريد استرجاع المنطقة كلها يعني إلى الحدود التركية ويفرض نفسه كأنه خليفة في القرن الحادي والعشرين وكأنه قوة مهيمنة في المنطقة ولكن طبعا هذه أوهام يعيشوا فيها ربما تدعمه أو تسانده بعض القوى خاصة تركيا أمريكا أو روسيا ولكن لا أعتقد أن لتركيا دور محوري في المستقبل هذه نقطة يجب التركيز عليها بشكل كبير أعطيك مثالا هناك سؤال مهم يتم طرحه بشكل كبير ولكن لا يوجد إجابة حتى الآن يعني تركيا التي أسقطت الطائرة الروسية وقتلت السفير الروسي أمام شاشات التلفزة كل تفرج على الموقف ده كل العالم رأى شايف الموقف ده وأسقطت طائرة إن روسيا أغضت الطرف عن ذلك وأسقطت طائرة حربية وطائرة هليكوبتر وقتلت السفير الروسي وروسيا لم تخطع علاقاتها مع تركيا أبدا ممكن نفس طرد المشاهدين بل وزادت علاقاتها أكبر ولكن المقارنة الأخرى طائرة سقطت روسيا سقطت في سيناء وفي الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة يعني خلال اليومين الأخيرين يعني تلشحت بعض المعلومات أن الذي قام بتفجير هذه الطائرة كان يعني هو موجود في تركيا ولكن هذه الطائرة حينما تم تفجيرها روسيا قطعت علاقاتها مع مصر وتحولت السياحة يعني أصبحت السياحة صفر لماذا لم تتغاضى روسيا عن إسقاط هذه الطائرة وتغاضت عن إسقاط أدة طائرات في تركيا وقتل السفير الروسي أيضا في تركيا ما هو السبب؟ يعني هناك حملة ليس فقط بس نوضح للناس أنه ده كان خلاف مؤقت حصل لكن السياحة الروسية عادت إلى مصر والخلاف تم حلو لكن في وقتها في وقتها جوهر الموضوع جوهر المشكلة يعني بالرغم من كل ما قامت به تركيا ولكن تركيا لم تقطع علاقاتها أو حتى السياحة مع تركيا روسيا عفوا مع تركيا روسيا لم تقطعها مع تركيا هذا يثبت أن ما يحاق في المنطقة ليس فقط إقليميا هناك في قوى دولية تسعى لتضييق الخناق على بعض القوى التي تريد أن تقول لهم لا أو كفى لهذه اللعبة القذرة في المنطقة يعني مصر هي حائط الصد ضد أطماع التركيا في المنطقة احنا بنتحدث دلوقتي وفي مشاكل في العراء في مشاكل في سوريا في مشاكل في اليمن في مشاكل في ليبيا في مشاكل في السودان في ظل كل هذه اللخبطة الموجودة في المنطقة وفي ظل كل هذه الصراعات أن مصر هي واحدة الأمان والاستقرار حضرتك بتقول أن تركيا بتحاول أنها تسير القلاقل والمشاكل في من يقف في وجه أطماعها زي مصر يعني تركيا تحاول يعني كلنا نعلم أن حائط الدفاع الأول للمنطقة العربية هو الشمال السوري والشمال العراقي يعني من ناحية هو يصد الأدوان أو الاحتلالات أو الهيمنة الفارسية والهيمنة التورانية العثمانية أو الأردغانية الأقيرة ولكن هناك أردغان لا يكتفي بهذه المناطق عينه على البحر المتوسط أيضا وعلى البترون من يهدف أو الغاز المكتشف حديثا به وكذلك عينه على الشمال الأفريقي والآن يعني يدعم ويساند الأرهابيين في ليبيا في هذه المناطق التحركات الأخيرة خاصة من قبل الجامعة العربية وخاصة الاجتماع الوزاري الأخير الذي تم في الجامعة العربية وموقف الخارجية المصرية والقيادة المصرية بشكل عام يعني هو ما أربك أردغان كثيرا وحتى أربكت بعض التوازنات التي كانت في المنطقة يعني وصلت المرحلة يعني لهذه الدول أن تقول لأردغان كفى تدخلا في الشمال السوري أو الشمال العراقي لأن وصل الخطر إلى مستواه الخطوط الحمراء لذلك الرد الفعل الذي خرج من الجامعة العربية كان الخطوة الأولى الذي تلاه خطوات أخرى خطوات أخرى يعني هي رسائل لتركيا لا تستطيع أن تحتل الشمال السوري الشمال السوري ليس فقط جزء أو قطعة من الشمال السوري هو جزء من المنطقة بشكل عام يعني ما إذا جمع رفضت بكل المقييس قصة أن تركيا من طرف واحد فقط تقوم بإقامة منطقة عزلة في الشمال السوري وهدت الأمن القومي للمنطقة بشكل عام لذلك كان موقف الجامعة العربية والخارجية المصرية والرئاسة المصرية وحتى الآن يعني يقولون بكل صراحة أنهم ضد هذا الاحتلال والعدوان على الشمال السوري وكذلك يعني الحرب ليست فقط من الناحية البرية من الناحية البحرية أيضا يعني هناك الاتفاقات والزيارات المكوكية بين مصر واليونان وقبرص والمناورات البحرية والزيارات المكوكية والتهديدات الأوروبية لأردوغان بعدم التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الشمال البحر المتوسط نعم نعم يعني أردوغان ضيق الخناق على أردوغان لذلك أردوغان الآن يعني وقع في زاوية محرجة جدا يعني هو الآن أمام ليس فقط مجموعة من المسلحين في شمال سوريا يريد القضاء عليهم لا هو الآن أمام جبهة كبيرة جدا إن كان من الشمال السوري أو حتى من الشمال الأفريقي هي مصر هي التي تقول لأردوغان لا يعني مصر حائط الصدق قوي ضد أطماع أردوغان في المنطقة نعم سواء في أفريقيا أو في سوريا أو في منطقة العربية كلها يعني بعد تهله المعظم الدول العربية لم يبقى سوى مصر يعني هي التي جيش نعم يعني مصر لجيشها وشعبها بشكل عام يعني هو الحائط الأخير أو القوة الأخيرة التي سوف تعطي جيش المصري هو حائط الصدق فعلا وآخر البيوش العربية البقية في المنطقة في دحر أو في إيقاف أو في تحجيم دور أردوغان في المنطقة أو حتى الدور الإيراني في المنطقة أستاذ أرسلان انت الحوار معك يعني كان ممتع جدا ومسمر جدا لكن للأسف وقت حلقتنا انتهى وانت يازم توعدنا ان انت تشرفنا مرات أخرى سواء بالاتصال تلفونان أو بزيارتك لأن انت فعلا عندك كم معلومات كبير جدا أشكرك الكاتب الصحفي السوري والمحلل السياسي وعضو المركز الصحفي للصحفين الأجانب في مصر شكرا وشرفتنا النهاردة أعزائي المشاهدين يعني ساعدنا بكم نتمنى أن نكون قد أسعدناكم دمتم في أمان الله وعلى موعد باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة موسيقى موسيقى